موسيقى أعزائي الصائمين تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر نحمد الله جميعا نمتنع لنا برمضان جديد ونحن في أتم الصحة والعافية فلك الحمد كثيرا على نعمك التي لا تقصى ولا تعد أعزائي الصائمين إن رمضان فرصة لا تعوض لتكفير الذنوب وجمع الحسنات من خلال الصيام والقيام والعبادة والإحسان إلى الناس وتفريج كربات المسلمين والإنفاق على الضعفاء والمساكين وعيادة المرضى والدعاء لهم وسد حاجاتهم ومن زرع حصد ولن يضيع الله جهود المحسنين من الرجال والنساء في هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه أعزائي الصائمين كما عودناكم في بداية رمضان نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في عرض بعض الحالات الإنسانية التي تمكننا من الوصول إليها والتي يعاني أصحابها من المرض الشديد والفقر الشديد إسهاما منا في إبراز معاناة هؤلاء للمجتمع المسلم ليتنبه لحال هؤلاء الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت وأصبحوا بحاجة إلى العون والمساعدة من إخوانهم اليوم نبدأ بعرض الحالة الأولى والتي تتحدث عن سيدة تعيش وضعا صحيا مزريا بعد وصولها إلى العاصمة في رحلة علاج لم يخطر ببالها أنها ستطوب لكن الأطباء نصحوها بالبقاء فترة طويلة حتى يتم علاجها بالشكل المطلوب ظروف السكن غير اللائقة تؤثر على صحتها ولم تجد من يقدم لها العون في مكان لا تعرف فيه أحدا فالزوج المرافق لها مكفوف البصر ولا يزاول أي عمل والواقع أن حالها يختصر الكثير من المعاناة لنتابع بعد بحث طويل عن إحدى الحالات التي كنا نود الوصول إليها وفي هذا الحي الشعبي كان لنا ما أردنا وسط هذا المكان المتواضع وجدناها وحيدة مع زوجها المصاب بالعمال وسط الوروف قاسية يصعب الحديث عنها لم تكن هذه السيدة لتكون هنا في هذا المكان بعيدة عن الأهل لولا ذلك المرض الغامض الذي أصابها حيث أصبحت أطراف جسمها تعاني من تقرح شديد مع ما يصاحب ذلك من ألم ظل يشتد ويزداد باستمرار لم تكن لتغادر إلى العاصمة لولا النصيحة التي قدمها الأهل والأطباء تحت وطأة المرض الذي أصبح يحتاج لعلاج فعال يمكن من وضع حد لانتشاره السريع وصلت السيدة المريضة إلى المستشفى المختص بهذا النوع من الأمراض وبعد التشخيص اللازم ظهرت حاجتها الماسة إلى فترات علاج طويلة ومستمرة لم تكن لتتقبلها بصدر الرحم فلا هي تملك وسيلة لتوفير السكن ولا هي قادرة على تحصيل المصاريف اللازمة للعلاج والتنقل داخل المدينة الغريبة عليها لتصبح في هذا المكان الذي لا يقيها حرارة الشمس وهي التي تحتاج إلى رعاية خاصة نتيجة المرض الذي أصابها حدثتنا بمرارة عن حالها وكيف أصبحت تحن إلى رؤية ابنها الذي تركته في البادية لتنهار دموعها حسرة على فراق لم يرحمها وهي تكابد المرض والأوضاع المادية المزرية موسيقى 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 وأنا جي من شارع الدلفقر وجيت من الكصير التالي عامله والهون المترجم للقصير التالي هو بعد إلينا قابوا با والله والله ما عندي مو مولينا ويلهيه ما نقل بيديه كيف خيمتي يصدر به ويارك دار الممين تساعدني بشي وهو الراجل والله ما يشوفشي والله اللي كنا دار صد بريقا معريناه والله يلقدمه عندنا والله يلقش الليلة ما نقل بيه هذا مولانا بعد حاضره قبله حاضره وارك والله والله يلهيه شار الخيمة ما نقل بشي ما هو ها وارك الراجل والله طفيل سقير يقرأ لما درسه قال اسميه السات وليه قديته يجيبه بيه اني خايف انخسر قرأته وانا يقدي ادوه ما يجعني قائل لني ما شفته لآه وشهران والله آمه يلتشر عنه كان قولات شار الطب ما عندي لهم شيء ما عندي بقصم ولا عندي لهم شيء طالبا من المؤمنين والمسلمين لنكم يتساعدوني موسيقى 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 ولكي نوضح الصورة أكثر عما تعانيه هذه السيدة كان لنا هذا اللقاء مع أحد الأطباء المشرفين على علاجها موسيقى 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 المريض يحتاج متابعة في مدى طويل موحينة هذه وما هي وحدها نتكلم عنها خاصة من المرضى دائما مسكين يشتكوا من حتى هنا من أكشوط ما عندهم مثل أن مشاكل سكني ودخلقية قد قامت ساكل بياها تاكسيات دائما عندهم هذه المشاكل وقد أن حد استطاع نساعدهم نحن كأطباء نتحاكوا معهم يوميا وخايا خاصة نعرف أنها تحتاج نجد هاد قد سامن كامل يساعد جزاه الله خيرا ونحن كأطباء نشهد أنها تحتاج انها تحتاج موسيقى 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 المترجم للقناة هذا هو واقع هذه السيدة معالاة مستمرة وحاجة ماسة إلى من يقدم لها يد العون والمساعدة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المترجم للقناة 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 أشكركم على حسن المتابعة إلى أن نلتقي في حلقة الغد المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة